الجنوب خارطة سلطنة عمان ثمرات مختلف ألوانها تجود بها الأرض إنها نجد سلة الغذاء المستقبلية في البلاد الحدث المرتقب لصناع الأغذية انطلق مؤتمر عمان للغذاء والضيافة 2023 الذي يشارك فيه أكثر من 13 دولة فرصة لتوسيع العلاقات التجارية وفرصة لعقد الصفقات لا سيم الحضور اللافت من العلامات التجارية صناعة الغذاء طبعا صناعة مهمة جدا ومرتبطة بأشياء كثيرة مثل السياحة على سبيل المثال والصناعات المرتبطة بهذا النوع من المعدات الخاصة بالصناعات الغذائية مثل ما تفضلت يعني ذكرت في منخص منطقة نجد منطقة مهمة وأيضا مناطق المحافظات الأخرى نسعى من خلال تطوير هذه المحافظات وتوسع في الانتاج الزراعي بحيث نساهم بشكل أفضل في تحقيق الأمن للغذائي مركزين في الفترة الحالية والفترة المقبلة على بعض المزارع التخصصية بحيث أن ننظر للمواد الغذائية التي تحتاجها السلطنة ونحاول نزرع هذه المواد بشكل أفضل ونلعي أيضا المستثمرين للتركيز على هذه المحاصيل وزيارة تحقيق الأمن الغذائي أحدث اتجاهات صناعات الأغذية محل نقاش المشاركين فيما بينهم وحضرت العروض في مختلف القطاعات مثل الأغذية والمشروبات والزراعة وصيد الأسماك وتقنيات معالجة الأغذية معدات الطبخ والضيافة وتموين الطعام في الوقت الذي أثبت فيه عدد من الأغذية الوطنية الجودة العالية لتنافسها دوليا الصفة قدرت أنها تطور من انتاجها توصل بنسبة انتاج تعادل 42 ألف طن في السنة من مختلف منتقات الدواجن بالإضافة إلى 5000 طن من منتقات القيمة المضافة الصفة للصناعات الغذائية حاليا الصفة تشكل ما نسبته تقريبا حوالي 30% من احتياجات السوق المحلية اللغة الأرقام تشير إلى أن صادرات سلطنة عمان من الأغذية والمشروبات تخطت حاجز المائتين واربعة عشر مليون ريال عماني في عام 2022 تتقدم سلطنة عمان في الصناعات الغذائية توجه وطني ينظر إلى مستقبل غذائي متطور في الوقت الذي يراد فيه أن تكون منطقة نجد بمحافظة ظفار سلة متنوعة تحقق جزءا من الاكتفاء في بعض المنتجات فارس من جمال وهابي مسقط